مع استقرار الأوضاع في أجزاء من مدينة تعز يعود الطلاب إلى مدارسهم حريصين على تعويض ما فاتهم خلال أشهر الحرب مركز الدراسات والإعلام التربوي سبق له تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية توقف العملية التعليمية بسبب القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الطلاب الأوساط التربوية في المحافظة تبدي قلقها ليس فقط من استمرار المعارك بل تذهب إلى مخاوف تتعلق بالعملية التعليمية برمتها من مناهج وحقوق معلمين حيث يعجز الكثير من المعلمين في الوصول إلى أماكن أعمالهم والعودة إلى منازلهم أصبح الآن شلل عند المدرسين لا يستطيع أن يواتواصل من منطقة أخرى أصبح المدرسين عندنا داخل مدرسة طاقم حوالي 150 مدرس لا يوجد منه حوالي 20 وضعهم نازحين لا يوجد حق المواصلات حقيقة صراحة ووضع ما ساوي صراحة على المدرسين وسبق للمعلمين في المناطق التي تبسط الشرعية تسيطرة عليها أن طالبوا بصرف مستحقاتهم وتحديد أماكن آمنة للصرف بحيث يتمكنوا للوصول إليها خاصة بعد عمليات اختطافات أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في مناطق تواجدها لعدد من المعلمين نحن المدرسين يدرس في المدارس بدون رواتب هذا الشهر الرابع على التوالي في مدينة تعز مع أن تعز نواة اليمن بشكل عامي وتحث وزارة التربية والتعليم جميع الملتحقين في سلك التدريس عدم التوقف عن أداء واجبهم وعدم المساهمة في خلق ما يعرف بجيل الحرب الذي يعاني من ضعف المستوى وربما من الأمي